هنا في سؤال هل أولاء الأمور راضيين عن نظم التقويم القديمة والمناجي القديمة؟ المناجي القديمة دي أستاذ يوسف كيف تشاجع على الحفظ الصمم وبتخرج لطالب مش فاهم حاجة وإحنا كنا بتشوف في التصنيفات الدولية للتعليم كانت مصر تحتل لمكانة متأخرة فهنا الدولة المصرية المصرية في وزارة التربية والتعليم كان لها وقتة كويسة جدا في نهاية عامة مناجي عالمية مناجي دي تعرفيك مناجي عالمية وبدرس العالم سواء العالم طيب المناجي دي دي فيها فكرة تسمى التكاملية يعني التكاملية اللي أنا مدرس الرياضة بشكل منفصل والعلم بشكل منفصل واللقاء الإنجليزية بشكل منفصل لا هفنم أنا أعمل حقا أسمها التكامل بين العلم المختلفة بحيث 해도 أنا أقصب الطالب نظرة كلية والتكاملية لأي موضوع أي قضية في الكون أنا خليها تناولها من زوضة العلم من زوضة الع לוليات من زوضة الل zeigt الإنجليزية إلى آخره فمن هنا بعمل حق اسمها تفكير كلي كتلي بعد التفكير التجزيقي التفكير التجزيقي انتها زمان كان بيعارض عملية الإبداع الإبداع ده يعني بيقوم على التفكير الكلي طيب هنا وجهتنا بعض الصدمات زي محرك تفضلت قولت في البداية مشكلة صدمة الجديد دي عملية نفسية مليون في المية العملية النفسية بتقول إن الإنسان لما بيشوف أي حاجة دي عليها بيرفضها رفض داخلي ليه؟ عشان هو مطالب في هذه الحالة ببذل مجهود مضاعف عشان يعمل عملية التكيف مع الجديد خلي بلحرك التكيف مع الجديد بعد ما نتعود معها الجديد ده هتبقى عالي أي حاجة دي ده في البداية بتبقى صعبة في التكيف الإنسان بيرفضه عشان هو عارف إن هو حفظ الجرد معين للتكيف معي بمجرد ما هو يتعود عليها خلاص الأمر بقى عالي طيب